السلام عليكم في تصريحات وزير الصناعة التي رد عليها الوكلاء طبعا سنأتي بالتصريحات ثم نأتي برد وكلاء استيراد السيارات أحمد زغدار قال أن مشروع صناعة السيارات يسير بخطوات صحيحة وسليمة وأضاف كذلك أن أسماء المتعاملين الاقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عاقب موافقة مجلس مساهمات الدولة كما أضاف في تصريحاته إلى أن هناك مشاورات مع عدة شركات كبرى لتصنيع السيارات لدخول السوق المحلية وأضاف كذلك أنه من الممكن أن يتم تجميع الشركات السابقة وإعادة دمجها بالنشاط كما أضاف في استيراد السيارات أن قانون المالية التكميلي يسمح لكل شخص والمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات وبعده جاء أرد وكلاء استيراد السيارات على هيكة تهلي بحيث قالوا تلقينا باهتمام كبير تصريح وزير الصناعة القاضي باستعمال مصانع التركي في استراتيجية تصنيع تمتد إلى ثلاث سنوات إننا إذ نذكر بتعاهدنا للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر في مدة أقصاها ثلاث سنوات وبنتائج مدروسة تسمح بالوصول إلى مستوى عالم في التحكم في الإنتاج وهو ما أشار إليه الوزير لأن تصريحات وكلاء استيراد السيارات تقريبا هي مكملة لتصريحات وزير الصناعة لكن العراقيل لماذا؟ بحيث كما يطلب التجمع بإطلاع الرأي العام على هذه الألامات التي تتفاوض معها الوزارة ترسيخا للشفافية والنزها وكوكلاء طالب الاعتماد يتمسك بحق الوكلاء في الحصول على الاعتمادات طبقا للمرسوم 2175 السيار المفعول إلى اليوم والسلام عليكم ورحمة الله